موسيقى بعد الهروب في الساعة الثامنة والنصف من صباح الهروب دخل الحرس كالعادة إلى زنزانة أمي وأحضر لها القهوة التي أعدت عشورة بدأوا يفتشون كذأبهم كانت أمي هادئة لقد قضت النساء الخمس الليلة وهن يرتجفن من الهلع والخوف علينا خصوصا عندما سمعنا نباح الكلاب الشاردة ولما رأوا أننا لم نرجع عاد إليهن تدريجيا هدوءهن وطمأنينتهن قاموا بجولة في أنحاء زنزانتها باستثناء الحمام الذي كان بابه شبه موسد أجابتهم أمي عن تساؤلهم الصامت قائلة إن ولد مريض قضى الليلة بطوله في الحمام هل تريدون الدخول كي تتأكدوا؟ رفضوا بتهذيب بالرغم من إلحاحها ثم خرجوا بعدما أغلقوا الباب خلفهم ليدخلوا إلى زنزانتنا كانت سكينة متحضرة لاستقبالهم بعدما أنهت مهمة إعادة سد النفق بنجاح أبدو ذهجتهم لرؤيتها عادة كنت أنا أتقدم لمحادثتهم كانت أختي قوية الشكيمة لقد أمدها نجاحنا بالكثير من العنفوان والثقة بالنفس ماليك وماريا في العادة الشهرية كانت هذه هي العبارة الوحيدة التي كان يكفي التلفظ بها كي يمتنع السجانون من الاقتراب كانت سكينة قد رتبت أسرتنا بطريقة تجعلهم يعتقدون لأننا ما زلنا نضطجع نياما كعادتها بقيت ميمي مختبئة تحت أقيتها ولم تكشف قط ورأسها ولكنها في اللحظة التي باذروا فيها إلى ترك الغرفة تنهدت تنهيد مسموعة طمأنتهم كل هذه التفاصيل كانت جزءا من خطة شاملة ودعت فيها بدقة كل النقاط على الحروف دخل الحارس إلى غرفة النفق فالتاشون قبو ضربوا على الحائط لم تطأ أحذيتهم الغليظة ولو مر واحدة البلاطات المفضية إلى النفق انتقلوا بسرعة إلى زنزانة عشورة وحليمة للقيام بزيارتهم الاعتيادية أمي وسكينة كانتا تترقبان تحركاتهم المسموعة بدءا من خطواتهم وصولا إلى خشخشة مفاتيحهم حتى الآن لا داعي للقلق كانت مشاعر أمي موزع بين فرحها لنجاحنا وبين تألمها من أجل هؤلاء الأشخاص المساكين الذين يراقبون حياتنا في السجن وينظمونها منذ 11 سنة لا شك أن هربنا سيعرضهم للخطر فقط قبل أن يصلوا إلى زنزانة رؤوف راحت أمي تضرب بقوة على بابها عادوا بخطواتهم إلى الوراء وسألوها عما تريد قالت نسيت أن أخبركم شيئا مهم جدا عودوا أدراجكم إلى هنا استجابوا لطلبها عادوا فتح زنزانتها ودخلوا خطبتهم قائلة إليكم التالي إن مليك ورؤوف ومريا وعبداللطيف قد فروا لم يتأثاروا البتة بكلامها وراحت تستحث انتباههم الواحد تلو الآخر وهي تقول اذهبوا إلى الحمام وسترون بأنفسكم أن عبداللطيف ليس هنا واذهبوا إذا شئتم إلى الفتيات وإلى رؤوف ارفعوا الأغضية وانظروا في كل مكان وفتشوا تحت الأسرة لن تجدوا شيئا لأنهم قد هربوا تأكدوا مما أقوله لكم لزمهم حوالي ربع ساعة كي يستوعبوا حقيقة هذا الخبر عندما كانت أمي محتدمة راحوا ينظرون إليها بشفقة وحنان يعتقدوا أنها أصيبت فجأة بالجنون سارعوا إلى تهدئة روعها وهم يقولون تمالك نفسك سيد أفقير إنك امرأة عاقلة ومتزنة ولا يجدر بك هذا أكملت أمي حتى النهاية ولم تتركهم يمضون في طريقهم قبل أن تندافعك المجنونة أمام أنظارهم المشتوها إلى ظهول الحمام ورفع الأغضية عن السرير وأخيرا قالت لهم بحدة بأي لغة تريدونني أن أكرر القول لكم إن أربعة من أبنائي قد فروا وهربوا عندها أخذوا يفتشون في كل مكان وهم يتبعونها ثم راحوا ينظرون بدهشة واستغراب إلى بعضهم البعض هذا صحيح إن عبداللطيف ليس هنا أعادوا فتح زنزانتنا لقد ظنوا ربما أن عبداللطيف نجح بالتسلل إلى زنزانة الفتيات وأنه اختبأ هناك ليرعبهم ليس إلا استقبلتهم سكين بابتسامة بادروها بالقول إنهما ترقدان في سريرهما لأنهما في العادة الشهرية نعرف هذا ونصدقه جيدا تماما كما أكدت لنا لا إنهن ليستا هنا أنظروا رفعت الأغطية كانت تكدس تحتها كمية من الملابس لا شعوريا إنحنوا للتفتيش تحت الأسرة في الزوال والغرف إن دفعوا إلى زنزانة رؤوف النتيجة هي عينها وبدون جدوى طار صوابهم من وقع الصدمة إن هربنا سيحكم عليهم بالموت المؤكد عادوا إلى زنزانتنا وفي أيديهم المعاول وراحوا ينكشون الأرض دون أن يعتروا على أي ممر ولم يفهموا شيئا من هذا اللغز أصيبوا بالهلع والفزع وراحوا يصيحون ويصرخون وهم يندفعون ويتراكدون في كل الاتجاهات اقتحموا زنزانة حليمة وعشورة وانهانوا عليهم بالضرب بعنف كي يجبروهما على الاعتراف إنهم كانوا ليتجرؤوا على لمس أمي أو أخواتي عندها تدخلت أمي وأخذت تطرق على بابها محاولة التكلم معهم ولكن حالة الغضب والانفعال التي كانت تسيطر عليهم أصمت آذانهم لم تيأس شرعت تصرخ بأعلى صوتها وتقول إهداءوا وتمالكوا أعصابكم وتوقفوا عن نكش وتدمير كل شيء إنكم تعرفون كيف يفكرون في الرباط إنهم عندما سيصلون إلى هنا وسيرون ما فعلتم سيتهمونكم بالتواطئ والضلوع بهذا الأمر يا للمساكين لقد كادوا يقعون أرضا من شدة الخوف والرعب قالوا بيأس واستسلام الحق معك سنعيد كل شيء كما كان من قبل قالت لهم لا لقد تأخر الوقت بادئ ذي بذء وقبل كل شيء أرسلوا بلاغا إلى الرباط كان الحرس في قمة الإرباك بورو لن يكون هناك يومها فهو لا يكون في الخدمة نهار الأحد عادة كان يذهب فيه لرؤية أطفاله ويعود صباحا اليوم التالي ماذا سيفعلون؟ كيف سيتصرفون ويتحركون؟ لا أحد منهم يعرف الإجابة على هذا راحوا يتخبطون في حيرتهم وضياعهم لكنهم عادوا وأذعنوا إلى نصائح وتوجيهات أمي وصل خبر هروبنا مباشرة إلى القيادة العليا ووزير الداخلية بعد مضي ساعة تقريبا وصل المحترم بورو الذي منذ حوال شهرين راح يهدد أمي بركلة من قدمه آه كم عاملنا باحتقار وازدراء واستخف بنا بشكله الذي كان يشبه الغورلة وعينيه الحمروين بورو الذي كان معتزا بمهارته في إخداعنا وترويضنا يقف الآن أمامها أمام أمي بوجه أصفر كالشمع وبعينين مسبلتين ويتحاشى النظر إليها وفي عينيه آثار الهزيمة كانت أمي ترقص سرا من فرحها ولكنها كانت متحفظة ومتماسكة أمامه كان هروبنا ضربا من المستحيل وكان في ظنهم أننا لا شك مختبئون في مكان ما هنا أمر بالبحث والتدقيق فوق السطوح لكن دون ما نتيجة لقد عادوا بأقف فارغة رفع عينيه إلى أمي وقال لها بصوت مرتجف أهكذا إذا؟ لقد هربوا؟ في أقل من ساعة بان عليه الهم والغم وكأنه غدا بطرفة عيني عجوزا هربا وزاد عمره عشرين سنة وداعا للغرور والإدعاء واللؤم والاستعلاء ها هو بخطوات مترددة ومبعترة يدع أمي وسكينة قودان تحركاته وسكناته كان يشبه محكوما بالإعدام وهو في طريقه إلى المقصرة احتجز الحرص أمي وأخواتي في زنزانتنا بقين هكذا مدة وهن في حالة انتظار لاحقا سمعنا هذير سرب من الطائرات المروحية تحلق في السماء وتحط فوق الحقول العديد من الضباط ذوي الرتب الرفيعة اجتاحوا أرجاء التكنة فتحت أبواب السجن دخل رجال الشرطة ومعهم كلاب ألمانية متوحشة راحت الكلاب تستنشق رائحة ملابسنا ثم أفلتوها في الطبيعة مما أخف أمي وإخوتي كثيرا تم السبدال الخازنية بقوات من الضرك بعدما عصبوا عيني أمي اقتادوها إلى داخل التكنة وأجلسوها بوحشية وعنف لم يعد الأمر منوطا بالحرس أو بورو على الأقل هؤلاء كنا قد بدأنا نعرفهم إنهم ضباط قدم لتوهم يتكلمون بخشونة وبقسوة وبدون إنسانية إنهم سيجعلونها تدفع ثمن جسارتنا كانت أمي ترتجف خوفا لكنها لم تدعهم يهزمونها معنويا فهي من السؤال الأول بادرت إلى مقاطعة من كان يستجوبها خاطبته بالقول جنرال بن سليمان لا دعني المواربة لقد عرفت صوتك هب الرجل واقفا حل مكانه آخر حتى وهي معصوبة العينين كانت تشعر بمدى ارتباكهم لقد كانوا جميعهم من المقربين لأبي ولقد استقبلتهم مئات المرات في منزلها لم تلبث كذلك أن عرفت هوية الآخر قالت له باحتقار حتى إنك لا تملك ضر واحد من الشجاعة كي تواجهني على أي حال أنت مجرد جندي لا أكثر ولا أقل إنك مجبر على استجوابي وأنت تعصب عيني أليس كذلك أعلم أنكم مهما فعلتم حتى لو ذهبتم إلى آخر العالم فإنني سوف أعرفكم جميعا دون الستناء رفضت أن تخبرهم بأي شيء وبالرغم من خوفها ظلت تتصرف بكرامتها وشجاعتها حاولوا إقناعها كي تتجاوب معهم قائلين سيدة أفخير كون متعقلة إذا لم تفسح لنا عن مكان تواجدهم هذا من شأنه أن يعرضهم للخطر إن الذئاب الموجود بوفرة في المنطقة قد تفتارسهم وتلتاهمهم إنني لا أفضل أن تفتارسهم الذئاب على أن تفعلوا ذلك أنتم عادوها إلى زنزانتها حلت سكينة في غرفة التحقيق مكانها وهي معصوبة العينين كذلك كانت في التاسعة من عمرها عندما أدخلت إلى السجن لذلك كان من الطبيعي أن لا تعرف أحدا منهم لكنها كانت بعد كل تحقيق تصف أصوات الضباط بدقة الأمي لقد كانت تكشف هويتهم على الفور كانوا يريدون أن يعرفوا مكاننا مستخدمين لتحقيق مأربهم كل الوسائل من تهديد وإرهاب وتوسلات وترغيب وتخجيل لكن سكينة بقيت صامدة لم تهن أو تتأثر بالرغم من القلق الذي يملأ قلبها كانت المرة الأولى التي يدخلون فيها إلى هذا السجن وهم يعيدونها إلى زنزانتها سمعتهم سكينة يخاطبون بورو قال له الجنرالات بالسنكار سيصلحون جلدك كيف تجرأت على جعل هؤلاء الأطفال يعيشون في هذه الظروف المزرية بالنسبة لنا اعتدنا على رداءة المكان وبؤسه كنا قد أدمنا على كل ما هو بشع وقبيح واعتدنا عليه لكثرة استخدام الفحم للطبخ كانت الجدران مغطاة بطبقات سبيك سوداء من الدخان الأسود كان كل شيء مقيتا وذاكنا ويتندى بالرطوبة التي تتسرب من كل مكان أما مستلزمات الرفاهية والراحة فكانت كناية عن فرش من القش وعلبة من الكارتون كنا نستخدمها كقطع أثات إن الحيوانات كانت تعامل في أقفاصها أفضل بكثير مما كنا نعامل نحن كان لا يخفى على الجنرالات بأن الملك كان ينفذ انتقامه فينا ولكنهم ما كانوا ليتخيلوا أننا نعيش في هذه الظروف القاهرة بالنسبة لهم كنا نتلقى الكتب والبريد وكنا مدللين لقد استجوبوا سكين حول غذائنا اعترفت لهم بأننا نسينا كيف يكون طعم بعض المواد الغذائية مثل الحليب والزبط والفاكهة أخبرتهم بالتفصيل عن مكونات وعناصر وجبات الطعام التي كنا نتناولها وتطرقت بالذكر إلى صندويشات الأعشاب المسلوقة ما صدم الجنرالات وأرعبهم أن المواد التموينية المتنوعة كانت تصل بشكل طبيعي إلى الثكنة وأن الجنود لم يحرموا من أي شيء لم يضعوا يدهم على مكان النفق بعد حتى بعد مضي 24 ساعة هم دائما لا يفهمون كيف تمكننا نحن من الهرب كيف يمكن أن يحفر النفق يلزمه معدات وسواعد أمي وسكين وميمي كن في حالة جسدية تثير الشفقة من أين عساهن يأتين بالقوة المطلوبة لحفره بهذه الأسئلة كانوا يلاحقون سكين بإلحاح وبدون توقف بعد عدة تحقيقات داقت درعا بما كان يجيش في صدرها فأطلقت الحقيقة الصارخة في وجوههم كبركان يتفجر أيها السادة خذوا علما أننا لم نكن بحاجة إلى سواعد مفتولة لكي نطور ونتمرد ونهرب من ناركم وجحيمكم كان يلزمنا 15 عاما من السجن فقط و15 عاما فقط من المعاناة المريرة والمعاملة اللا إنسانية و15 عاما فقط من الجوع والبرد والخوف والحرمان أما فيما يخص الذكاء فاعلموا أن الفضل يعود لكم لقد منحتمونا 15 عاما من التحامل كي ينضج ذكاؤنا ويثمر ألف شكر لكم أسقط ما بيدهم ونفدت كل أساليبهم يريدون معرفة ما جرى بحذافيره حتى بالقوة إذا اقتضى الأمر لكن سكين وفرت عليهم العناء وراحت تروي القصة من ألفها إلى يائها من تلقاء نفسها كم أزعجهم وأثار حنقهم الكلمات والتسميات التي كانت تستخدمها في حديثها كانت تعبر بلغتنا الخاصة والسرية حتى إنهم يعتبروا أنها تستهدف بذلك لاستهزاء والاستخفاف بهم لم يفهموا الشيء الكثير مما كانت تقوله سيما المصطلحات التي كنا نتداولها مثل الفيلة وأكياس الرمل بالرغم من الرعب الذي كان يعشعش في قلبها حافظت أختي على تماسكها وتهديبها كانت التحقيقات منهكة وسكين بالرغم من شجاعتها لم تكن متهورة لقد أجابت على أسئلتهم بذكاء واختصار كانت واعية للدور الذي كان عليها أن تلعبه بمواجهتهم يجب الإشارة إلى أنها تصرفت بشكل رائع ومذهل لقد كانت للمرة الأولى نجم المشهد هذه الشابة ابنة الأربع والعشرين سنة وهي التي سجنت منذ أن كانت في التاسعة من عمرها كانت حكيمة استعادت فجأ القدر على النطق والكلام لقد تكشفت عندها ملامح شخصية طريفة ذكية مراوغة متهكمة وفضة لقد كانت تمسك بأنفاس جمهورها حتى وهو في قمة قضبه من جسارتها بالرغم من نبرة التهديد التي كانت تشوب كلامهم إلا أنهم كانوا يبدون مسحورين ومهتمين وأحيانا جزيلين وفرحين كانت استجواباتهم تدور على النحو التالي ولكن بما أنكم لا تملكون ساعة كيف تسنى لكم معرفة تحديد الوقت اللازم لإعادة سد النفق؟ إنه كورنوليوس من هو كورنوليوس هذا متآمر؟ لا تسخر منا وإلا ولكن قولي لنا هل اعتقدتم أنفسكم غاليلي؟ كانت سكينة تتلذد وهي تراهم يستشيطون غيظة إنه حدث القرن هذا الهرب هذا لا يصدق من حين لآخر كانوا يقاطعونها قائلين لأبيكم كل الحق بأن يفخر بأبنائه أرادوا أن يعرفوا هوية ذلك الذي علمهم وذقفهم في السجن أجابتهم قائلة إنها ملكة لقد علمتنا القراءة والكتاب والمحادثة والجلوس على طاولة الطعام لقد ربتنا وذقفتنا وشدت أزرنا كانت لنا بمثابة الأم والأبي والمعلم إننا ندين لها بما نحن عليه كانوا جمعهم يدخلون أمامها بعد مغادرتهم راحت تلتقض الأعقاب رأاها أحد الضباط وهي تفعل هذا اقترب منها وقال لها ما كنت لأبقى على قيد الحياة لو أنني تحملت ما تحملتموه أنتم ثم مدى إليها يده بالسجائر كانت تعطيهم تفاصيل محددة وملموسة مما دفعهم في النهاية إلى تصديقها لكنها لم تكن تريد أن تذلهم على المكان الذي حفرنا فيه النفق قبل هروبنا اتفقنا على أنهم يجب أن يجدوا ذلك بأنفسهم وكم كان يحل لها أن تتلاعب بهم وتتقادفهم كالكرة أخيرا وجدت أن اللعبة قد استغرقت وقتا طويلا وكافيا وأنهم بدأوا يتملمالون ويفقدون أعصابهم ويهددونها ويعاملونها بعنف شيئا فشيئا لذلك قادتهم إلى الزنزان وقالت لهم إن النفق موجود هنا ابحثوا عنه نزعوا العصب عن عينيها لاحظت أن جميع الجنرالات كانوا من ذوي الرتب الرفيعة سلطوا مصابحهم الضوئية فوق البلاط طلبوا منها أن تنتظر مجيء مصور الفيديو قبل أن تفتح الحفرة كانوا يريدون تصويرها وهي تقوم بذلك كي يرسلوا دليل هربنا إلى الملك كما أعتقد نزعت سكين البلاطات أزالت طبقة الإسمنت سحبت بمفردها الفيلة وأكياس الرمل أمام أعينهم الجاحظة نادوا رجال الضرك لكي يتأكدوا من وجود الممر ثم أرسلوا المصورة كي يلتقط صورا لمجرى النفق ولأدواتنا الزهيدة من ملعقة ومقبض سكين وغطاء علبة سردين أحضرت الكلاب المدربة ما كنا قد رميناه عندما هربنا مثل الفلفل وقضيب الحديد وأسمالنا استكشفت طائرات الهليكوبتر المنطقة بأسرها دون أن تعثر علينا لقد تبخرنا هكذا انتقلوا بأمي والأخريات إلى مركز شرطة الضار البيضاء كان الخوف والقلق يفترسهن جميعا لا يعرفن أي شيء عنا لقد انقطعت عنهن أخبارنا ولا يعرفن شيئا عن مصيرنا المجهول في مركز شرطة بن شريف سيطرت أمي بالكامل على أعصابها وحاولت أن تهدئ من تلاطم أفكارها لقد استنتجت من تصرفات هؤلاء السجانين بأنهم لم يجيدون بعد وهذا كل ما كان يهمها تعرضت حليمة عدة مرات للضرب واللطم والصفع لم تتمالك نفسها من إعطاء دروس لرجال الشرطة في الأخلاق مما أخرجهم عن طورهم لعلهم وجدوا أنها امرأة مغرورة تحبنا وتخلص لنا هذا كل ذنبها قالت لهم تبعتهم إلى السجن لأنني أردت ذلك ولو قدر لي العودة إلى الوراء لما فعلت إلا هذا لا تعتمدوا علي البت أن أتأمر معكم ضدهم ولا تنتظروا مني أن أخونهم أوقفوا معاملتهم السيئة فقط قبل وقت قليل من وصولنا نحن سيما عندما أخذ العالم بأسره علما بموضوع هربنا نمعد بمقدورهم أو لمصلحتهم منذ الآن فصاعدا أن يسمحوا لهم بإساءة معاملتنا وهكذا لقد قضينا ليلتنا هنا نتحدث ونضحك ونتعانق ونتبادل التهاني لقد امتقمنا لأبي أخذنا نحتفل منذ الآن فصاعدا بالتاسع عشر من نيسان أبريل تاريخ هربنا إنه اليوم الذي أعيدت لنا فيه كرامتنا دامت الإقامة في بنشريف شهرين ونصف الشهر لم نتوقف خلالها عن التهام الطعام ظلت صواني الطعام تروح وتجيء في الأيام الأوائل كانت ممتلئة باللوبياء الخضراء وشرائح اللحم والأرز والحلوة ومع أن لائحة الطعام لم تكن منوعة إلا أنها كانت بالنسبة لنا ملوكية جدا لكي نبقى أوفياء لعادتنا المتبعة في السجن أطلقنا لقبا على رؤوف وهو بوسنة التي تعني سنا وحيدة لأن المسكين لم يعد يملك إلا ثلاث أسنان فقط إن شكل أخي في حد ذاته كاريكاتوري بطوله ونحوله وخذوذه العالية وعنقه الذي يشبه مفتاح سدهدات القناني وفقه الذي تزينه سن وحيدة تلتمع كحبة ماس أعطونا جهازا تلفزيونيا ملونا نحن الذين كنا لا نعرف إلا الأبيض والأسود اكتشفنا العالم بالألوان كان المغرب يتهادى أمام أعيننا المشدوها لم نعود نعرفه لقد تغير كثيرا وجدت نفسي أقنعهم بأن الفضل في تحديث البلد يعود للملك كنت ممزقة بين الإحساس بمشاركة الشعب افتخاره ببلده وبين الإحساس بالحنق على الحاكم الذي حقق نجاحه بوسائل غير شريفة لقد تزوجت ابنته الأميرة مريم وكانت التقارير تتوالى عن العائلة الملكية فجأة اختفت من ذهني صورة الجلاد ولم أعد أرى إلا ذلك الرجل الذي رعى طفولتي وأحببته كثيرا لم أتمكن من حكس الدموع التي سالت بغزارة فوق وجهه هذا التصرف أذهل الآخرين إنهم لا يستطعون أن يفهموا سر هذا الإخلاص للماضي الذي ما برح متوقدا في نفسي هكذا كنت أنا دائما أتأرجح ما بين الحنين والنفور وبين التآمر والخوف وبين الحب والبغض إلى جانب التلفزيون حصلنا أيضا على جهاز فيديو كان العبوش يمتلك مكتبة فيديو مليئة بالأفلام بطيبة خاطر كان يعيرنا بعضا منها كان رجال الشرطة يتحدثون كثيرا عن فيلم روكي للممثل سيلفستا ستالون ونحن كنا من المعجبين به لكن تبين لنا أن هذا الفيلم كان إباحيا هكذا إذن بدأ النجم العظيم سيلفستا مشواره السينمائي ما كدنا نشاهد بعض لقطاته حتى أصبنا بالضعر ثم لم نلبت أن انفجرنا بالقهقها في اليوم التالي شكرت أم العبوش على التربية الجنسية التي قرر أن يلقنها لأطفالها يهل المسكين وهو في غاية الارتباك والانزعاج انخرط في التبرير والاعتذار أعيد فتح ملف التحقيقات إنهم في الوقت الحاضر يعلمون كل شيء حول عملية الهرب ولكنهم كانوا يريدون أن يعرفوا دوافعنا لقد لامونا لأننا اتخذنا محاميا فرنسيا وليس مغربيا وكأنه كان عندنا خيارات غالبا ما حاولوا إقعنا في أفخاخ غير أن خمسة عشر عاما من السجن كانت كافية لنا لكي نتعلم جيدا كيف نحاور ونناور وهذا كان يعيق تقدمنا لم نعد نعرف إلى أين يتجه مصيرنا ولا أي شيء عن أخبار دارتفيل بعد اجتماع عائلي قررنا الكتاب إلى الملك كنا نريد أن نطلب منه السماح لنا بالهجرة إلى كندا العبوش كان خائفا وقلقا من أن ننصاقه ويصل بنا الأمر إلى حد إهانة جلالة الملك لم يكن هذا في نيتنا على الإطلاق قراءة رسالتنا جعلت جبينه يندى بالخزي والعار وراح يلفت انتباهنا إلى ما يراه خطأا فادحا باستنكار لا تقول هذا لا تقول هذه وهنا وهنالك لقد حسمنا أمرنا ولا مجال لإجراء أي تعديل على النص الذي كتبناه لم نعد نريد البقاء في المغرب وكندا كانت اختيارا جيدا لأن الملك ما كان ليسمح لنا أبدا بالرحيل إلى فرنسا كنا في حيرة من أمرنا إذ لم يعد بإمكانه أبدا إخفاء قضيتنا التي باتت معروفة عالميا لكننا كنا نجهل تماما ما الذي ينوي الآن أن يفعله بنا بانتظار الحصول على الرد رحنا نتصرف كمساجين نموذجيين في هذا المركز الذي بدلنا وكأنه الرفاهية بعينها بعد كل البؤس الذي عشناه لم نكن نعارض أبدا حتى عندما كانوا يعصبون أعيننا كي يستحبوننا إلى دورة المياه أو الحمام إنها المرة الأولى التي تعجبنا فيها هذه الحراسة ونستمتع بها إذ إنها كانت ترفعنا إلى مصاف الأبطال الذين نكن لهم الإعجاب لم يكن يخفى علينا التقدير والإعجاب الواضح الذي كان يظهر جليا في نظرات رجال الشرطة وكنا نستطيع أن نقرأه في أي لحظة كل يوم كنا نزداد معرفة وإدراكا لمدى حجم انتصارنا على الملك وانتقامنا منه حتى إنهم كانوا يقولون لنا وهم يرفعون لنا شارة النصر لقد تمكنتم منه في أحد الأيام فيما كنا نذرع المكان ذهابا وإيابا صادفنا اثنين من المساجين الفلسطينيين وجها لوجه رآهما رجال الشرطة ولكن متأخرين هرعوا باتجاههما لكي يستحيبهما بعيدا لكن تسنى لهم الوقت الكافي كي يهتفوا لنا بأننا قد انتصرنا وهم يرفعون لنا أيديهم بشارات النصر في نهاية الممر بعد الحمامات كانت ترتفع شباق حديدية يحرصها دائما أحد رجال الشرطة وهو ببزته العسكرية وسلاحه الكامل هذه المراقبة المكتفة كانت تثير فضولنا ولكثرة ما لاحقنا رجال الشرطة بالأسئلة اعترف لنا أنها تفضي إلى داخل المكان الذي يتم فيه استجواب المساجين والتحقيق معهم أردنا الذهاب إلى هناك مهما كلف الثمن لقى طلبنا استغرابهم الشديد ولكن بسبب إصرارنا الدائم وإلحاحنا انتهوا بأن سمحوا لنا بذلك بعدما اجتزنا الشباك الحديدية وجدنا ممرا ضيقا تحف به أبواب الزنزانات رجوت الشرطي أن يستحبني إليها هز كتفيه وقال باستسلام كما تشاء ولكنني أحذرك أن هذا سيفقدك صوابك أضاء مصباحا غازيا كانت الزنزانة ضيقة وذات سقف منخفض جدا لدرجة أننا لا نستطيع أن نقف في داخلها أو نتمدد على طولنا كان فيها رجل يستلقي على الأرض الإسمنتية العارية كان يبدو خائر القوى بدون حراك لم يميزني في العتم الحالكة رحت أنظر باتجاهي امتلأت عيناي بالدموع ثم همست له بكل جوارحي صبرا جميلة كان الله في عونك لمت نفسي كثيرا لأن ما فعلته كان بمثابة إعطاء نقطتين من الماء فقط إلى شخص كاد يموت من شدة الضمأ في صحراء قاحلة فيما كان الشرطي يغلق الباب تسنى لي أن أرى وجه السجين وهو آخذ في الارتجاف لم أتمالك نفسي ورحت أن شجب البكاء قال للشرطي لقد حضرتك ونصحتك بعدم المجيء هذا الرجل كان سجينا سياسيا إنه واحد من كثيرين آخرين كنا ننتظر لطى الملك بدون أن نتأمل ونتعلق بالأوهام كثيرا بعد مضي شهرين استدعان العبوش وأعلن لنا أن جلالته وضع تحت تصرفنا مؤقتا في مراكش منزلا مفروشا ومجهزا بكل وسائل الراحة حتى إنه كان محاطا بحضقة وأننا سنكون مكفولين بالكامل من غذاء وملابس وعلاج لمن كان مثلنا خارجا من الجحيم كان هذا العرض غير المتوقع بمثابة النعيم سنسكن فيه ريتما يأخذ الملك قراره في موضوع طلب الهجرة الذي كنا قد أرسلناه له لاقى هذا الخبر ترحيبا حارا في غمرة حماسنا غضتنا الترف عن إثارة الأسئلة الحساسة والمقلقة ترى هل سننال حريتنا في أحد الأيام ومتى وكم سيستغرق ذلك من وقت لم نجرأ على جعل تلك الأسئلة تطفو على سطح تفكيرنا لقد كنا منهارين من شدة الإرهاق والإنهاك وكان أقصى ما نتمناه في تلك الآونة هو الطعام والنوم ترجمة نانسي قنقر